مرحبا بكم الناس الكل في قناة هوزع في الحلقة الاخرانية من برنامج وزعكان اليوم بش نحكيه على النهائي يظل النهائي اللي ما وفيش كاميرا نحبوه احنا معناه استنينا تتويج المنطخب مصري المنطخب العربي البطولارية ولكن في الاخر ضربية الجزاء تحسم المصلحة للمنطخب السنغالي يظل المنطخب السنغالي كنقوله يستحق التتويج بسراحة ريناه في اخر المتشويت المنطخب السنغالي مستوى بتاع التطور برشا ممكن اول بطولة خاصة للمجموعات كان من اسوأ الفراق وكان من اسوأ اسحاب مركز الاولى في المجموعات ولكن وبعد المنطخب السنغالي ستتطور بريف الاعلام من دول 16 ضد منتخب الراس الخضر ومبعد ضد غينية استوائية ومبعد ضد بوركينا فارسو وتطور في النهائي زالة ينتصر على المنطخب مصري باكاية الجزاء اللي ما تشاهد في الصفر للمنطخب مصري للمرة الرابع معنا هي يوصل الوقت الاضافي وللمرة الثالثة هي يوصل رابع الجزاء فالمرتين sentence تنويين señorانيين منتخباء متفقي والكاميرون ولكن المرة ثtreت لاساف ما يتجاوز منتخب السنغال والمنتخب السنغالي يتوج بالبطولة كان المرة الاولى في تاريخه معنا هي المتخب السنغالي كان منتخب السنغالي يختفي مرة كبيرة؟ ولكن المتخب السنغالي يتم تخسرها كبيرة في اليوم فلكن الممكن المنتخب السنغالي يتوج بمعناها هو يستغل أحسن أجيل واللي يبارط عليه في تاريخ الكلاة السينيغالية واليوم يتاوج على حساب المنتخب المصري بضبط الجزائر إذن جايز أفضل اللاعب عتاهها لللاعب ساديو مانير وجايز أفضل حارس ليدواميندي والهدف كما تعرفون فينسيت أبو بكر حارة لها مهاجم من المنتخب الكامروني إذن مبروك المنتخب السينيغالي وهاردك المنتخب المصري للأسف يعني 80 منتخب المصري يفوز باللقب معناها فرين تعثرت بما اللاعبين خاصة محمد صلاح والنيني بعد الهزيمة رية أبو جابل بصراحة تحييتنا للحارس ريلي لأنه قدم بطولة كبيرة برشة معناها للحارس ريلي ما كيش متوقع أنه يكون كأساسي جملة بما أنه بدا معناها الشناوي وهو حارس المنتخب المصري ولكن بعد سبط الشناوي خليت حارس كبير يظهر اللي هو الحارس أبو جابل أبو جابل يوم يتصدر راكل الجزائر في الماتش رية وحتى راكل الجزائر منتخب السنيقالي أغربية تتباحها منها وتصدر راكل الجزائر ضد اللاعب صار ولكن بعض المنتخب السنيقالي يتاول بالبروتولة معناها ما يشلون اللاعبين يضيعوا راكل جزائر للمنتخب السنيقال يومك كانوا مهند لاشين ولاعب عبد المنعم ما يشلون يومك كانوا مهند لاشين نقدم ماتش باه الماتش اللي فيه ضد المنتخب الكامروني عبد المنعم ماتش ويتو زدكات جيدة برغم يتصدر راكل الجزائر ولكن ما يشلون اللاعبين يضيع راكل جزائر كهو راكل الجزائر تبقى راكل تحضر في الأخر مبروك للمنتخب السنيقالي نخليكم طرف التفاصيل بش نحكيوا تكتيكين عن الماتش رية ونحللوا الأفكار للمداربين اليو سي سي وكيروش نيا صرف الماتش رية وكيفيشش عمال المنطخب السنگالي ومنطخب مصري من إحتيات تفتيكية كيفيش المنطخب مصري يتعامل مع المقابلة تعامل مutos يا مقابلة� John كان تقريبا مثل تعامل مع المقابلة الصيامقة بده كامرون وبده كورديفوار يعني تقريبا فالمتخب المسري داخل المتخب يادفع أكثر ي거انو يهاجم يعني المنتخب مصري لعب أكثر على دفاع في ماتش هذية مثلا كي كامرون وشوي كان ماتش كورديفوار الماتش هذي تقريبا نزد العب شوية على الدفاع ولكن كهو في الماتش سر صفر ولكن في الاخر المنتخب السنقالي كان هو صاحب البطولة وصاحب اللقاب بالرابط جيزاه لمشاهدش مع المنتخب مصيد رابط جيزاه هذي المرة إذا نخليكم في التفاصيل تامت الشابوني لشين جانب فيديو ونخليكم تامت مع التفاصيل إذا نحكي وعد تشكيل نزل بالفريقين ولكن بديل تشكيل المدرب كيروش يدخل الماتش اليوم بتشكيل الأربعة ثلاثة ثلاثة بالاعتماد على أبو قابلكة حصن رقق البيدي فيها للقاوة عبد المنعم ومعها اللعب الوينش على اليمين للقاوة عم عشور على لسان المنتخب مصري للقاوة الفتوح في وسط ميدان للقاوة حمدي فتحي ومعها السلية ومعها النيني في الهجوم على اليمين للقاوة صراح علي سار مرموش وقالب هجوم للقاوة مصطفى محمد يظن ذا تشكيل المنتخب مصري كنحكي وعلى تشكيل المنتخب السنغال يدخل الماتش اليوم بتشكيل الأربعة ثلاثة مندي حصن رقق البيدي فيها للقاوة قريدوكو لباري ومعها اللعب ديالو لعب بي اي جي على يمين للقاوة سار وعلى يسان للقاوة سيس وفي وسط الميدان للقاوة مندي وراكوية تي ومعها اللعب ديالو لسار في الهجوم على يمين للقاوة اللعب اسماعيل سار علي سان القاوة سار ديوماني وقالب هجوم للقاوة اللعب ذيابو إذا الماتش هذي تقريبا لمتخب مصري وواضح نياته أنه يلعب على الدفاع أكثر وفي نفس الوقت ما لا يحاول يستغل هجمة سريعة واليوم يحاول يستغل فرضيات اللاعبين محمد سراح ومرموش فإنه واضح من اول ماتش المتخب مصري يلعب أكثر على الدفاع ومن ثم يحب يستغل كالسرعة والفرضيات تعليع بنتاعه وصيبه محمد سراح ومرموش فإن ا片É اهzogen واحد كريات عالية معارات للمنتخب مصري ومшт مرتد أغلبها لمتخب مصري هل منتخب محاوليته أو كريات عالية من الدفاع ومن بالاسها ابنت ليسPengnącion وممتخب السنجالي فرضيات سريعة من الأولى على الكرة يعني كان هو أكثر إلى الكرة اليوم منتخب السنجالي ركز أكي اكتر لعب التي عوقه معاذ أكتر لأطراف معناه وارح كريات سنجالي مركز ego المتخب السنجالي سواء عن اليمين مع ممكن اول ماتش حسين شوية ارتباك للمنطخب مصري من ناحية ريا خاصة للمنطخب السنغالي يتوفر في كرة براشا لتفتاعه معناه كجير كرة المندي ولا الكورياتي ولا إدريسا غير يحاول يوصلوا كرات قطرية بتجاه أطراف معناه سواء رايد اسماعيل السار أو ساديوماني أو السيس ومن اول ماتش خاصة خائق لعب يجي راب الجزائر معناه جابي السيس سيس فوق على ايمي معاشور وخذي الكرة عبد المنعم يرتكب خطاء على ساديوماني يعني ضير راب الجزائر للمنطخب السنغالي معناه بعض سرد كبير من الحاسب وقبل إذا نرى في الشرط الأول معناه للمنطخب السنغالي واضح طريقة لعب تياه بشيكون أكثر هجوم يعني للمنطخب السنغالي من المنطخب المصري إذا خلينا نحكيه عن التماكس الدفاعي للمنطخب المصري المنطخب المصري اليوم دفاعيا كان يتحول الخط 4-4-2 فإنه نلاحظه ديما أنه فتحي يجي يشد جهة اليمين من هنا مرموش ترجع علي السار ونلقاه سلاح هو مصطفى محمد في القدام أنا في الهجوم يحاولوا يعملوا نوع من الضغط الصغير يعني الضغط مش قوي سيعملوه على ديالو كاليدو كوليبالي إذا نرى طريقة لعب المنطخب المصري اليوم من ناحية الدفاعية تمركز المنطخب المصري ممكن اليوم من الحاجات البيانة في المنطخب المصري أنه دفاعية مثال أنه هنا عجلي سار كان مرموش يتلع شوائي بشي يحض متقدمات تاع اللاعب السار لكن المنتخب السينيغالي هنا أصل الكوراة التولية بتيجاه اللاعب اسمعيل السارول على اليمين أول اللاعب الساد يوماني علي سارول هنا مع التقدم الكبير من أن يدىه لللاعب soap أيBR تشوفوا جابها هاجمية كبيرة ليسر علي سار المنتخب السينيغالي الكلها من تمرات تويلة jcAPP 건 de 22 sourLEY أو من لعب كورياتي يعني من اللاعب يثم يقدم في دار كبير فكي نتمرات تويلة حتى كل مرات يحت لتمرات تويلة له ما جدا للمنتخب السينيغالي وتحاول تفتح شوالي مرساحات معنيا ابان عاشو كان متاع بارش خلالي مستدولي جيد لكن في الشرط الاول بصراحة ترينها قانطرا يعني يقدم بارش عج conserve مع اللاعب ساد يوماني معناها حتى ذعى من المنطحب السينيغالي مثل نحو متفوق على الربط المصري ينك Grove군 من صلول تماما مع الترجمة تماما ولاعب فاتحي هنا antisابعة برش رأي فاتحي الأهمية الاعتمد عليها اجريه الايمين لم يكن يجعه من المرضى Canton ٤٢٠١٦ Uhnotis رأي causedor Rojas أين اتركت المنط Sharon ونغستيل مدرب مدرب را سعة meg playing أقرار من خدمة لعب د bend 辛亭 والخدمة معين مدرب المجنود ينغستيل اللعب Dolphino يعني ي blown اللاعب النيني يتراجع مع ساديو ماني ويتراجع مع كل تقدم اللاعب السيس كان يتراجع مع اللاعب النيني هنا واللاعب النيني يحاول برشة مرات يغلق المنافذ على اللاعب السيس يحاول يتقدم معناه اللاعب النيني يقف هنا ويحاول يحد من تقدمات اللاعب السيس على جهة ليسار للمنطخب السينيجالي إذا راي خلال الشرط الأول الشرط الأول فيه بسفرص فرنبيات المنطخبين المنتخب السنيجاني ممكن شيته اكثر فرص خلال الشرط الاول نحكيه على حالة لجومية للمنتخب المصري المنتخب مصري كان يقطع الكرة في حالة لجومية فانه مباشرة يحاول لعب كرة مباشرة بتيجاه مصطفى محمد او الصلاح معناه الكرة العادي الطول معناه من الدفاع من عبد المنعم واللعب الونش كان يحاول يعطيه كرة طولية بتيجاه اللعب مصطفى محمد المصطفى هو يحاول يركح كرة شوي براس ويحاول يستغل في قلب مدني شوي متاعه ويحاول يعطي كرة صلاح او اللعب مرموش ولكن المنتخب مصري لاحظنا عنده شوي سوء استغلال في الكرة ترية لكل هاللي وتيحت له اليومه صلاح جيته كرة في المارش عمله شوي مراوغات تسلسة مراوغات اللعب حمد صلاح ولكنهم بعد تزيدنا بتاعه بكيش دقيقة جابرشة وكان في دين حاسميندي هذا كان يش معني اليومه المارش شرية كان مسكر شوي عن منطخب مصري المنطخب مصري مرقش برش حلول المنتخب السنيقال اليومه ليحظنا يقدم اثر الوجوين للمنتخب مصري اليوم منطخب السنيقالي لكن اليومه تعلق كبيره هنا من لعب الونج بسرع الحل يقدم ماتش كبير اليومه ولكن اليومه برغم عنه من هو مصاب ولكن اليومه يقدم مقابلة جيدة مع المنتخب مصري الماتش الي يفيت و ماتشido ه� бегلي مكان بكبيرة باجا للعب الونج اليومه ليسهم في جزء كبير قيد أنو اخذنا ما يجيب في بحديال الف لادة المنتخب المصري و المنطخب السنجالي فهم فرص جانت للمتخب السنجالي كتبير على طرف برس секرات اكررٍ sarc أو لاتيت بغبرة عن موزهر السهولة بجيء المنطخب السنجالي و مست remot brownishigung greek و التلتعود بجيء المصري البرافين يساعد إلى الشرط الأوجهر كروفين الأرجم والتعلى الثاني نحن ما دمنا معه ناحيةSP في لاستحو такой منويالاس يستماد دفاعيين بصراح المنطخب مصري ي oni لعبين لكي لان لاعبهم هذا يصر يصري 블�اختج لعبين الماتش و فيكسترا تايم و و و صق لها الماتش معناها انه ضد الاخ produto بفاهم 90 دقيقة الماتش الثاني زده فاهم 90 دقيقة المتش الثросels fluores мамش اثنى الاخ بفاهم 9 دقيقة معناها سعي باسع على المنتخب السنجالي مععناها صعبة مسيرني باسع او سمد حول المنتخب السنجالي وقت المنتخب السنجالي في حالة بدنية افضل بكثير من المنتخب المصري اكاوف الليكieux معناها الماتش باشي mask Checkvith دقائي للمنتخب السنجالي كان هو طرف المستحفيد من الكبار الكودة بدنين المنخب سنيجاي يلاحظنها افضل معناه من نايحي لكلها اذا المدرب عملت ثلاث تغييرات دفعة واحدة المدرب كيروش اليومة انه دخل زيزو مكان اللعب مرموج ودخل اللعب اليومة دخل مكان اللعب السورية وعملت غيير اخر زيزو بشأنه خرج مصطفى محمد ودخل براستو اللعب مروين حمدي مروين حمدي لكن اليوم يُدخل اللعب مروين حمدي مروين حمدي هيدى شارق في البطولةAh وقتها ولكنن شارitas بطولة به ولكن اليوم مدرب كيروش يعتمد عليه كاساسي بعد دخول اللعب الات rear المنطخب مصر وات تحول الخرط Forbes II وزاعب حتى في الحالة الهجومية وحتى في الحالة الهجومية لعب إمام عشور على يمين ولاعب تازيقية رجع يسين على اليسار اللعب باتوح وبصراحة قدم فزيزو عون دفاع كبير للمنتخب المصري والماش ماشي كيكا معناه لنا المنتخب السنجالي كان هو مستحفظ الأكبر على الكرة ممكن شرطين لحظة وقع كبير للمنتخب السنجالي على المرأة فمن فرصة اختير جاءة المنتخب السنجالي يمكن ولكن مخلافة للكا ما ينشي المنتخب السنجالي يختير ياسر ياسر على المنتخب مصري مع التاروق كبير للونش ولا قلوب دفاع للمنتخب مصري بشكل عام حتى عبد المنعم برغم انه تسبب كتاك الجزائر وضيع رب الجزائر بمتاع حساس رب الجزائر معناه ولكن بشكل عام العبد المنعم مرتش بتاعه كلمحترم على اليوم وحمدي فاتحي زاد لعقاتل على الميدان في وصل الميدان والنني زاد اليوم اللعب في شوطاني بنني ولعب حمدي فاتحي كليعبين والسمايدان وعالمين كما تعرفوا زيزو علي سار اللعب ترزيجي وحتى التشكيل هذين تعرضوا الاربع بعد ثنين ربما نفعت شوائي لمنتخب مصري وما خليش منتخب مصري تأثر بشكل دفاعي تغيير هذي يمكن كان في محلة شوائي من مدرب كيراج تغيير الواحد اللي هو في حمدي فاتحي مروين حمدي عفوا مروين حمدي ينلوم في التغيير متاع مروين حمدي كتخال بلاسة مصطفى محمد نعف مصطفى محمد كتخارج الموضوع بشكل عام ح ما كانش في افضل حوال لمصطفى محمد كما تشويت كلها ولكن الحمدي فاتحي زيزا ما قدمش اضافة كبيرة للمنتخب مصري اليوم حتى كوراة عالي الجي ما كانش يستغلها بالطريقة الممتازة للمنتخب مصري جيت فرصة في اخر الوقت اضافي ولكن تصدر حاس مندي ولكن مشاكل عام معناية تغيير دائما لو وفقتش في مدرب كيروش اليوم في مات شرية مشان الوقت اضافي وصلنا بالفصل على السقم على المات شرية جيت فرصة للمنتخب السنيقالي في الاخر وجيت فرصة للمنتخب مصري ل كيف كيف الاخر من مرون حمدي لكن ما تشوفها يسر صفر مشان ركالية جازية ركالية جازية اذا تنصف في مدخب السنيقالي المنطخب مصري ضيع رابطي جازية من لاعب مهاند لاشين ولاعب ليوم عبد المنعم للأسف ما لا ضيعوا اللاعبين اللعبا رغم المستنون في البطولة ما كانش سيء عبد المنعم مثلك من اضافة اللاعبين للمنتخب مصري في البطولة وكان هو رجل المقابل للمنتخب الكامروني مهاند لاشين ما ينوش باشر في البطولة ريئة لكن المات شرية يفايت كي تخل القد بلعاون تشير السيفة كبيرة حتى تدخل نتخل في مرات ريبك الانسية ولكن للأسف معناه مش لهم اللاعبين المتافر يضيع رابطي جازية وبالنسبة للمنتخب السنيقالي بونا صار ضيع وصد يوم ان يسرد ذلك الجازية في الاخرانية للمنتخب السنيقالي ويحطها في شبكة معناها اللاعبه معناه عنده شخصية قوية بشأنه سرد ذلك الجازية الحاسمة برغم انه ضيع رابطي جازية في البطولة في الاخر كي مطلق لكم ابروك المنتخب السنيقالي هذا كي المنتخب مصري البطول البطولة الريام مكنش بسراحة من ب tirina تقريبا هي اكت اسوأنص خريطه من كاس دieldورة العنفرية معناهاص احضارت علي هومينا المنتخب السنيقالي المستمتعه في البطولة لمتصاعد معناه من اللي قام اسوأ من طاقت البطولة ولا منحسن المنتخبات في التاريخ ويوج ببطولة ويوجت ببطولة في الاخر معناها من sitengالي حق البطولة بعد انتظار كبير معناها لم يزله دائر كاس دائر الف concerning paloma ولكن هؤلاء اليوم هزوها ضد المنطخب المصري هزو اول نسخة في تاريخه مع المنطخب السينيغالي ومنطخب مصري يتوج بنسخة ثانية في تاريخه وفاللاخر معناها البطولة وفير ان شاء الله تكونوا عجبتكم بتغطية تاريخ البطولة معناها ما كانتش تغطية ممتازة معناها في اليورو وغطية اخير بتبعي علي انه كما تعرفوا هم شوية قضايا في رسط الليمات تاريخ البطولة وما كانتش في افضل وقت معنا البطولة ومعارب كيف يفهم مباريات اوروبية يكسر في نفس الوقت ولكن ان شاء الله كنوا وفقنا في تاريخ سبحان اخي نسكن اتلاقاكم مع ايضا ريخ اخرى